وبمناسبة ان احنا بنتكلم عن الجمهور هي في موضوع اصبح دمه تقيل يعني في نفس الوقت هو موضوع مضحك يعني ايه دايما تلاقي ده يتقلك على النادي الاهلي او يتقال على النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو كل الاهلوية عارفين هذا الكلام وكل من او بعض من اللي هي يشجع النادي الاهلي الكويسين عارفين ان الكلام اللي احنا بنقوله ده حقيقي ان النادي الاهلي لما بنجي نقول ان النادي الاهلي مثلا في مصر من يشجع النادي الاهلي حوالي من 70 ل 80 مليون أهلاوي فالناس بتقول انتوا ليه هل انتوا عديتوا الناس اللي بتشجع النادي الأهلي اه احنا مش عديناهم لكن احنا هناك بعض الإحصائيات الخاصة بهذا الأمر اللي دايما بنكون احنا كأهلاوية لما بنجي نتكلم دايما بنبص للأرقام والإحصائيات ما بنتكلمش اي كلام وخلاص مش زي البعض اللي دايما يطلع يقولك ايه اه مش عارف ايه والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي لكن انت في النادي الأهلي لما بتجي تتكلم في اي موضوع بالمناسبة مش في موضوع ده بس في اي موضوع لما باجي اتكلم حضراتكم بوريكم يا اما فيديو للموضوع يا اما ارقام للموضوع اي حاجة تخليني او تخلي حضراتكم تبقوا مقتنعين بالكلام فاحنا دايما لما بنجي نتكلم في هذا الموضوع يعني كذا حد تكلمني النهاردة عشان كده انا بفتح الموضوع ده لما بنجي نتكلم في الموضوع ده احنا بنتكلم عن إحصائيات اخر إحصائية موجودة قدامنا ان النادي الأهلي او مشجعين النادي الأهلي 72% من مشجعين الكرة في مصر طيب لو قلنا ان مشجعين الكرة في مصر او المصر دلوقتي تقريبا داخلين في 140 أو 5 مليون لو جبنا ال72% منهم يعني حوالي 72-73 من 72 ل75 مليون أهلاوي يبقى أنا لما اجي اتكلم مع حضرتك او لما اجي اتكلم مع اي حد ما بيشجعش النادي الأهلي هقول له هذا الكلام ما بقولهش كلام من دماغي يعني انا منزلتش عدد كم واحد أهلاوي احنا دلوقتي لو احنا في اي مكان اي مكان في عشر افراد لما بنيجي نسأل الافراد دول انتوا اهلاوية ولا بتشجعوا نادي تاني سبع منهم بيقولوا ان احنا اهلاوي هذه هي الحقيقة بالمناسبة يعني فاذا كنت حضرتك عايز تطلع عشان تضحك وتهزر ما عنديش مشكلة انا ممكن اطلع اضحك وهزر واعمل واقول كل الكلام واقول نكت كمان لو انتوا يعني البعض حابب يعني لكن انا في النهاية لما باجي اطلع انا باطلع قدام الناس او قدام جمهور بيتفرج على شاشة محترمة شاشة قناة النادي الأهلي شاشة محترمة شاشة محترمة كل شوية هقول هذه الكلمة وكل يوم هقول هذه الكلمة فحتلاقي فمثلا يعني ممكن حضرتك وزوجتك واولادك تكونوا اهلوية فتكونوا قاعدين بتتفرجوا على قناة النادي الأهلي عمرك انت كرب أسرة يعني عمرك ما هتقول لمراتك او لولادك قوموا من قدام شاشة قناة النادي الأهلي ليه؟ لان انت متأكد ان هناك اخلاق ومبادئ وتقاليد احنا بنمشي عليه اخلاق ومبادئ وتقاليد النادي الأهلي بيمشي عليها فالنادي الأهلي احنا بنمشي على سياسات النادي الأهلي وبالتالي عمرك عمرك كرب أسرة ما هتقول لعيالك او لأولادك قوموا من قدام الشاشة ديه مثلا عشان اسلام هيطلع يشتم مثلا يعني او اسلام هيطلع يقول كلام ما يصحش ان انتو تسمعوه ابدا حضرتك رب أسرة قاعد بتفرج على البيت الكبير عارف ان فيه معلومة كويسة او عارف ان بلاش معلومة كويسة عارف ان فيه كلام محترم هيطلع عمر ما هتلاقي حاجة غير محترمة بتطلع من هذه الشاشة عشان كده لما باجي اتكلم مع حضرتك دايما بتكلم وانا متطمن وانا مستريح يعني العلاقة اللي موجودة ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين قناته وما بين اعلامه بشكل عام هي علاقة مريحة الجمهور النادي الأهلي يعلم تماما ان اعلام النادي الأهلي بيمشي على نفس المستوى ونفس المبادئ ونفس الاخلاق فعمرك كرب بأسرة هقولها تاني وانا آسف ان انا بكررها ما هتقول لحد من ولادة يعني وحضرتك قاعد بتتفرج على ملك وكتابة من شوية حضرتك كرب بأسرة شعرت ان انت في وقت من الأوقات كنت عايز تقول لولادك قومه عمرها ما حصلت عمرها ما حصلت على مدار عدد حلقات ملك وكتابة على الرغم من ان ملك وكتابة برنامج بيرد بشكل كبير على كل ما يحدث ضد النادي الأهلي ولكن عمرك كرب بأسرة ما تقول لولادك قومه من قدام ملك وكتابة هل حضرتك تقدر او كرب بأسرة قلت لولادك في يوم من الأيام قومه من قدام برنامج السادسة مثلا اللي بيجيب لنا كل الناس من بره مصر علشان يقولولنا يتكلموا عن النادي الأهلي ويتكلموا عن المنافسات العالمية حضرتك ما اعتقدش ان في رب أسرة بيعمل هذا الكلام لانه متأكد وعارف مليون في المية ان هذا البرنامج او ذات البرنامج او برنامج الاخر ما فيوش اي كلمة هتطلع تخليك محرج وانت قاعد في قصة ولادك لان القناة النادي الأهلي بتقدم اعلام محترم بتقدم ننتقد بعض ماشي موكت قولة الاسلام بيتكلم كتير بيعمل مش عارف ايه فيش مشكلة ده نقدر نزبطه لكن ان انت تقول لولادك قومه عمرها ما حصل